اشتركوا في القناة للناشر عبدالقادر اتناني الذي رحل عن دنيا الناس عن سن نهزة 78 سنة بالتاريخ 14 نومبر من السنة الفارقة الذي عرف بدار نشره ملتقى الطرق التي وضعت كتبا مهمة على الخزانتين الفرنسية والعربية وقد حضر حفل التكريم كل من السيد معاد الجامعي والجهة الشرق والسيس وكالة التنمية الشرق وزوجة راحل وعدد من أبنائه إلى جانب الباحث أحمد عصيد وعدد من كتاب المغاربة والأفارقة وعدد من كتاب المغاربة وقد تضمن حفل التكريم عرض شريط يتضمن محطات من حياة الراحل وشهادات في حقه من طرف زملائه والحاضرين وقد اختتم الحفل بالكشف عن إطلاق اسم الراحل على إحدى قاعات المكتبة الجهوية بوجده وتجدر الإشارة إلى أن الراحل الذي سابق أن سيّر نادي الرجاء الرياضي بالطر البيضاء ترأس اتحاد الناشرين المغاربة وكان نائبا لرئيسة فيدرالية الصناعة الثقافية والإبداعية بالاتحاد العام للمقاولة بالمغرب هذا اللقاء التكريمي في إطار المعارض المغاربة الكتاب فوجده هو لقاء لذكرى ديال السعب للقادر الثناني اللي هو من الناس اللي عملوا مجهود كبير باش يكون هذا المعارض فوجده اللي هو المعارض المغاربة الكتاب فهو من ديال هاد العمل المهم كما أن السعب للقادر الثناني كيف يسمعنا في الكلمات ديال التكريم دياله ديال التأبين دياله هو من أكبر الناس اللي روج الكتاب في المغرب وروج المعارفة وكي تعتبر من الناس اللي عبروا في العمل ديالهم على الحب ديال المغرب والتعلق بالقارة الإفريقية وكذلك الرغبة في أن الأطفال ديال المغرب توصلهم المعارفة ويوصلهم الكتاب بأقل ثمن السلام عليكم شرف كبير لنا لنا حيث الواليد اللي رحمه كان واحد السيد لأعطا حياته التقافة والكتوبة في المغرب ومشي وجدي وكان تعزيز عليه وجدة بزاف وكان الحلم دياله يكون معارض الكتاب سنين هو كيتقاتل باش يكون معارض الكتاب في وجدة موي فكرة ممتازة خاصة نشوفو شكون والناس ديال السياسة ديال المغرب ونقلسوا معهم ونفكرو كيفاش القدوم ديرو في غرسيف معارض كتاب اللي غادي يقدر يعيش الحياة التقافية تاع غرسيف معلوم معلوم كان معكم في هذا التقرير نجوى القاسيمي عفف أجدان وياسين بن رمدان قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونوا فلعشين وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة